كذاب بيجي الممثل الحقيقي المفروض يرد يقولك انت كذاب صح صح ليه بتعمل كده معرفش ربنا يهديهم وبرضو على تثيرة السوشيال ميديا أو كلام الناس أو احنا أصلا في كلام الناس كلام الناس زمان عن الأفلام لما كان بيكون فيها قبلات أو أحضان أو مشاهد رومانسية كانش حد يتكلم خالص بالعكس كانوا يستمتعوا بفتن حمامة مع الفنان الفلاني رشدي أبا هزة مع الفنانة العلانية وكان الموضوع عادي عمرنا ما سمعنا أن في مشاكل وحضرتك عصرتي الزمن ده ومعانا ربنا يديك الصحة وطلط العمر في زمن السوشيال ميديا دلوقتي لو حد عمل حاجة في فيلم ما شافهاش حتى وما شافش القبلة شكلها عامل إزاي الدنيا بتقوم ما بتقعدش كان من فترة عندنا المخرج الكبير هادي البجوري وكان لنا تصريح عن موضوع القبلات هو زوج ممثلة وقال أنا سامح بدا عادي حتى لو مراتي ممثلة تعملوا لأنه حابب أنه هو ما يكونش عنده زوجي أنا عايزة فهم حاجة لو ده طبعه ما تخليه في حاله يعني أنت شايف أنت كرجلتك بتقولك أنت موافق خلاص على الأقل ما تطلعش على الهوى وتعمل كده هي الرخرى لما سمعته الله أعلم هي كمان أعتقد أنه من فصله سمعت كده يعني حضرتك شفت الحلقة حضرتك تباتي التصريح أنا شفت الحلقة أيوة شفت واستغربته جدا 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 إحنا يا ناس نسيين حاجة واحدة إن إحنا مصريين شرقيين إحنا الطبع عندنا بيغلب التطبع يعني في ناس عايزين يطبعونا بأطباع مش بتاعتنا خالص